السلام عليكم يا رب تكونوا بخير عشان نعمل سمك النهاردة اول حاجة بتديت ان انا اضافه ضفت له معلقة كبيرة من التحينة والتحينة مهمة جدا عشان تشيل اي زفورة في السمك وضفت كمان لمونة على السمك وده هيخلي ريحته جميلة جدا ومش هيخلي فيه اي زفورة وكمان ضفت معلقة كبيرة من الدقيق وحخلت المكونات كلها مع بعض وده شكل السمك بعد ما اضافته بالتحينة والدقيق واللمون بجد طحفة ومفهوش اي ريحة خالص جاهز معي على الحشو والتجهيز التدبيلة معي كمون وكسبرة وملح وفلفل اسود وبابريكا ولمون وبصرة صغيرة وطوم وفلفل حامي وشطة وحطيت كل المكونات دي في الكتبة ودربتوهم مع بعض لحد ما ببقى شكلهم بالشكل دوت وانا عايزة تدبيلة جوسيا عشان كده ضفت معلقتين من الزيت طبعا مستخدمة زيت نباتي هنا من الزيت زاتون وكمان معلقتين من الخل وفي الاخر خالص ضفت كمان ربع كباية من المية طبعا انا هنا التدبيلة عايزة تبقى فيها سوايل مش عايزة تكون نشفة زي ما احنا متعاودين نحن ناخد التهم والتدبيلة نحطهم في السمك من جوه والتدبيلة من برا مش بتوصل للسمك وكمان اول نحطها في الزيت لانا بتتحرق او انها بتبقى نية من جوه فشان كده انا حطيت السوايل دي علشان السمكة تشربها كلها وفتحت بقى فتحات كده في السمك من الجبهتين زي ما انتم شايفين علشان التدبيلة تشرب كل السمك من عندي وتبقى متدبيلة من برا ومن جوه وحطيت كل الكمية بتاعت السمك في التدبيلة بتاعتها وده شكل السمكة بعد ما اخدت من التدبيلة وحطيت في الفتحات فيها وحطيت كمان من جوه من البطن بتاعتها بجده هتبقى طعمها تحفة وخصوصا لانا كمان لسه هسيبها لمدة ساعة في التلاجة علشان التدبيلة كلها تبقى متماسكة في السمكة وتبقى طعمها تحفة جاهزت الدقيق اللي هحمر في السمك وانا حطيت فيه كل البهارات بتاعت السمك وضفت كمان معلقة من القركم علشان تساعد ان السمك يبقى لونه دهبي وشكله جميل في التحمير بعد جده طلعت السمكة بتاعتي من التدبيلة وحطيتها في الدقيق غلفتها كده بالدقيق من الناحيتين ومهم جدا لانا اخد السمكة من التدبيلة ما صفهاش قوي من تدبيلة علشان تدبيلة دي فيها مياه وهو ده اللي انا عايزه انا عايزه دقيق ياخد مياه بسيطه بحيث انه هو لما ينزل في الزيت يبقى كده مقرمج بالضبط زي اللي احنا منجيبه من المطاعم تمام انا هغلب بقى كل الكمية اللي عندي وهتكون جاهزة معي زي ما انتوا شايفين وحطيت كمان الزيت على النار علشان انا عايزة الزيت يكون ساحل تمام كده هديبقى كل الكمية اللي عندي ابتديت اللي انا جاهز الروز الصيادية ضفت ربع كوباية من الزيت وبصلاية مفروبة وحطتها على نار هادية وبعد كده ضفت معلقة من الملح والملح مهم جدا في المرحلة دي علشان يوحد لون البصل ويسرع في التحميل لان انا لم احطتش الملح في البداية البصل نصه هيتحمر ونصه لقى وهياخد وقت كبير معي فانت لما تحطي معلقة من الملح هيوحد اللون معيك وكمان حطيت فلفل اسود وممكن كمان تضيفي بهارات السمك وفضلت اقلب في البصل حد ما وصلت معي للون الجميل ده وزي ما قلتلك معلقة الملح هي اللي خلت اللون يتحمر بسرعة وساعدتني ان انا احصل على اللون دوت وبالتالي الرز هيبقى اللون بني جميل جدا تمام ضفت بعد كده كوبايتين مية سخنة علشان انا مستخدمة هنا الرز المصري وطبعا الرز المصري كوبايتين رز قصادهم كوبايتين مية هسيبهم بقى ان هما يكملوا الغلي بتاعهم لحد ما يوصلوا للمرحلة دي وبعد كده هضيف الرز ووطي النار ضفت الرز المخصول تمام كده زي ما انا قلتلكم بعد ما المية غلت ههدي النار بقى وهغطيها وهسيبها الرز كله يشرب مع المية هذا الشكل السمك بعد ما خلصت تحميره وشكل الرز بجد راحتهم وشكلهم طحفة يارب يعجبكو لو عجبكو فتنسموش في لايك شكرا